أما عن أخبار نادي الزمالك ونبدأ من عند الاستعداد لمباراة الفريق القادمة مع دريمز الغاني ووفقة الجهات الأمنية عن حضور 30 ألف مشجع من جماهير نادي الزمالك في استاذ القاهرة الدولي خلال مباراته أمام الفريق الغاني كان نادي الزمالك طلب في وقت سابق حضور الجماهير بالساعة الكاملة في استاذ القاهرة لمواجهة نادي دريمز الغاني في لقاء الذهاب لدور قبل نهاية ببطولة الكنفدرالية الإفريقية وكمان بدأ جوزي جوماز المدير الفني لنادي الزمالك في الاستعداد للمباراة المقبلة بالكنفدرالية الإفريقية عن طريق الاستعانة فيديو لمباراة دريمز بالكنفدرالية لدراسة نقاط القوى والضعف في الفريق المنافس والوقوف على الخطة اللي يأخذ بها المباراة استقر كمان جوماز على أنه يبدأ من اليوم الحديث مع اللاعبين عن مباراة الفريق الغاني ويسعى الجهاز إلى الفوز في هذه المباراة بعد طبعا ما كان مستريح أو شفنا حالة من الأرياحية بعد الفوز على النادي الأهلي في مباراة مسابقة الدور المصري الممتاز وبنتيجة مريحة وده قبل مباراة القياب خاصة أنه الفريق كمان يسعى لتخطي هذا الدور والوصول للمباراة النهائية من أجل الفوز بالبطولة اتفق مجلس الزمالك على دعم اللاعب والجهاز الفني قبل المباراة دي من خلال جلسة مع اللاعب عشان يحفزوهم قبل المباراة الهمة في مشوار الفريق في الكنفدرالية الإفريقية ولسه مع أخبار نادي الزمالك ونقل الجهاز الطبي لنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة إلى جماز المدير الفني للفريق جاهزية شيكابالا ومصطفى شلبي للظهور أمام دريمز الغاني في مباراة يوم الأحد بعد مغاب الثنائي عن مباراة الفريق أمام النادي الأهلي حرس كمان بورتغالية جزي جوماز المدير الفني لزمالك على الحديث مع اللاعبين خلال الساعة القليلة الماضية بعد مباراة النادي الأهلي وقال لهم أنه هو فخور جدا وأشد بالمستوى اللي ظهر عليه اللاعبة في المباراة وأنهم أقدموا لقاء جيد وضح لهم كمان أنه سعيد جدا بالروح اللي ظهروا بيها وعدم التأكد بهدف التعادل اللي أحرازه أحمد عبدالقادر وفقدوش الأمل ولعبه حتى للدقيء الأخيرة في المباراة ونكحوا في أنهم يحققوا الفوز كمان شدد المدير الفني على اللاعبة أنه أهم شيء يجب التركيز عليه هو التعاون بشكل أكبر داخل الملعب لاستغلال الفرص اللي بتتاح ليهم أمام المرمى اشتركوا في القناة